اتكلم معكم عن فوايد استخدام بزور الكتان وازاي بنستخدمها. بزور الكتان احنا عارفين ان هي مهمة جدا عند كل الشعوب وعلى مر العصور. لان فيها فوايد صحية كبيرة جدا للجسم سواء كان للراجل او للست. هي بتحتوي على الالياف اللي بتحسن من صحة الجهاز العضمي. بتقلل طبعا عمليات الامساك. كمان هي فيها مضادات اكسادة. فبالتالي بتأثر على الالتهابات وتحسين صحة المفاصل. فوايدها كبيرة جدا للجسم لان هي كمان فيها نسبة بتساعد على تحسين هرمون الاستروجين. خصوصا لما بيتقلل نسبته في الدم. وكمان بتقلل من خطورة مرض السكري. كمان بتخفض الضغط الدم. تعالوا نشوف ازاي هنستخدمها. وازاي هنستفضل ان انا. آآ يفضل ان انا اضحنها قبل ما استخدمها بالطريقة دي. وممكن كمان استخدمها زي ما هي كده. من انا انقعها في المية. آآ لفترة وبعد كده اشربها. او ان انا اشرب العصير بتاعها. بس لو انا شربتوية بالوضع ده. آآ مش بستفيد منها كويس. ليه? لانها بتروح للامعاء بدل ما يعني بتمتصف الامعاء بدل ما تتهضم. مفروض ان هي تدخل على المعدة وتتهضم. وكده احس بالشبع بتسعيدني على تقليل الوزن. وكمان تحسسنا بالشبع. تعالوا نشوف طرق استخدامها. انا خدت جزء منها وتحمته في الخلاط. اوليكم بالوقتي اهو. بالشكل ده كده. افض دي كده في الطبع. انا بطحن الكمية اللي تكفيني حوالي اسبوع. حسب استخداماتي لشان ما تقعدش عندي وقت طويل. ويا مطحونة كده اه افضل. آآ بعمل كده ايه? فلما بتكون مطحونة بالشكل ده كده بتبقى سهل استخدامها اقوى هضمها في المعدة. انها يعني هي بتمتص كمية من المية. طبعا بحطها في الماء المغلي وهوليكم ازاي هنعملها. آآ فبتقعد وقت طويل في المعدة. بتحسسني بالشبع. وبكده بتقلل الوزن. وكمان بتخلي ان احنا ايه ما ناكلش كتير قبل انه. تعالوا نشوف. اول طريقة لاستخدامها ان انا ممكن اخد معلقة كده. اول طريقة لاستخدامها ان انا اخد معلقة كده منها. وحط عليها مية مغلية. واقلبها بالشكل ده كده. واستنى لما المية المغلية دي تبرد شوية. او اكون قادرة اشربها. آآ اشربها. ممكن اشربها زي ما هي كده. ممكن اصف فيها بمصفة واكتفي بالعصير بتاعها. دي طريقة. طريقة تانية ممكن ان انا اخد آآ معلقة آآ المطحون البزور الكتان وحطه على الزبادي سواء كان زبادي من السوبر ماركت زي ده كده. او زبادي عادي بلدي من اللي بنعمله في البيت او بنشتري من الكافيترية باي طريقة وااا اا اكله. او ان انا كمان ممكن اضيف عليه العسل. او ان انا ممكن احطه مع شربة العتس. او اي شربة بحب اشربها في الشتاء. آآ خصنا عشان البرد. انا عارفين كمان من اهم فوايد استخدام بزور الكتان. ان انا باستخدمها في الزيت لبزور الكتان زي ما هنشوف دلوقتي في الصورة. بس ده ما ينفعش ان انا اعمل زيت بزور الكتان في المنزل. آآ طبعا ليه مصانع معينة. آآ الزيت دوتي بنستخدمه آآ للشعر والبشرة والآآ كمان في ناس بيحطوه على الصلطة وبتسمى في مصر بالزيت الحار. آآ كمان بيتحط على بعض الاكلات وبعض المشروبات. وآآ لفوايد كتيرة جدا. يعني معنى كده ان مزور الكتان دي مفيدة جدا للانسان سواء كان رجل او امرأة. فهي آآ فوايد ها كبيرة جدا. انا بنصح بان كلنا نتناولها. وتكون جزء من غزائنا اليومي. وكمان دي مصدر مهم جدا للأومجا سري. سواء الأومجا سري او الأومجا سيكس. آآ كمان فيه مصدر مصدر حلوة او للالياف الغزائية اللي الجسم محتاج له. آآ فبكده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش اللايك والشير وحبيب اللي ما اشتركوش. اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومعاكم سلامة.